بعد مرور قرابة السنة من تعليق الجزائر واردتها من إسبانيا لا تزال مادريد تحسي خسائرها التي تتجاوز المليار يورو وتسببت في فلاس عشرات الشركات وتسريح آلاف العمال أحدث الأرقام الصادرة عن الجمعية الإسبانية لمنتجي الخزف ومواد البناء تكشف عن تكبت الشعب لأكثر من 120 مليون يورو في شكل صادرات نحو ثاني سوق للمنتوج الإسباني عالميا بعد تعليق الجزائر التوطين البنكي لمعاملاتها التجارية مع إسبانيا خسائر دفعت بمهني القطاع المشلول إلى مطالبة الحكومة المقبلة إلى إعادة ترميم العلاقات مع الجزائر وإنقاذ مئات الشركات من شبح الإفلاس لتجاوز أخطاء بيدرو سانشاز الدبلوماسية شعبة الخزفة التي تراجعت بأكثر من 40% مقارنة بالسنة الماضية ليست الخاسر الوحيد فصادرات الزجاج والفواكه تراجعت بنحو 25% خلال الربع الأول من السنة الجارية وفي ذل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إسبانيا بسبب تداعية الحرب في أوكرانيا تشتد احتجاجات أرباب العمل الإسبان وتضيق الخنق على حكومة سانشاز التي منيت بهزيمة سياسية تؤكد غضب الإسباني منها وتشير تقارير إلى تراجع صادرات إسبانيا إلى الجزائر بأكثر من 93% عما كانت عليه قبل تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار وتضرر أكثر من 129 ألف شركة بعد أن توقفت علاقات التجارية مع الجزائر فيما أوقف أكثر من 8000 مصدر إسباني نشاطهم بالجزائر بشكل نهائي خلال العام الماضي وفق معهد التجارة الخارجية الإسبانية